اللي بيحصل في غزة حالياً كشف ازدواجية المعايير لدى الغرب وبين لنا قد ايه الغرب بيكيل بمكالين في التعامل مع ما يحدث في غزة وكأن الأطفال في غزة لا يساوي الأطفال اللي موجودين في باقي الأماكن في العالم وكأن حقوق الإنسان هي مجرد مادة للتشدق بيها فقط في حالة التدخل في السياسات الداخلية للدول ولكن لما نيجي على أرض الواقع احنا شايفين أنه لا مجال أبداً لتطبيق حقوق الإنسان فيما يحدث في غزة تضييق على الطلبة في الجامعات الأمريكية في أكثر من مكان إيقاف الكثير من التظاهرات بتحصل في أكثر من عاصمة من العواصم عنوان الحريات والحقوق أصبح عنوان مشكوك فيه يعني النغمة اللي بتردد دائماً داخل الدوائر الغربية بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتنحاز إلى مطالب خاصة بالحريات وإبداء الرأي أصبحت محل شك كبير جداً من خلال ممرسة فاضحة جداً الانحياز الشديد لإسرائيل وغض الطرف تماماً عن المعاناة اللي بيعانيها أهلنا في فلسطين المزيد من التفاصيل حول فكرة إزدواجية المعايير معنا على الهوى في ستوديو صباح الخير يا مصر الدكتور أسامة شعث أساد العلاقات الدولية والعلوم السياسية من ورنا في صباح الخير مصر أهلاً بيك يا فندا إزدواجية المعايير ده عنوان بأننا فترة بنتكلم عنه مع تأمل للمشاهد اللي بنشوفها في الغرب مؤخراً من يومين تم إقالة وزيرة الداخلية البريطانية في حادثة يعني صادمة جداً داخل المجتمع البريطاني على خلفية إثارة بعض الانتقادات في تعامل الشرطة مع مسيرة خرجت لتأييد الحق الفلسطيني فتم إقالتها مباشرةً من ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني عنوان إزدواجية المعايير شايفوا إزاي يعني بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولكل المشاهدين وتحية أيضاً للشعب الفلسطيني الصامد الآن والثابت في فلسطين وكل أرجاء فلسطين وغزن الدرجة الأولى الحقيقة أن إزدواجية المعايير هي ظهرت يعني بالدرجة الأولى عندما حدثت حرب أوكرانيا مسبقاً لحظنا حجم التعاطف الأوروبي مع الشعب الأوكراني في مواجهة روسيا وكيف خرج بعض الإعلاميين عندما قالوا هذا الذي يقتل في أوكرانيا ويذبح في أوكرانيا من يشبهنا وأبيض ومن المسميات والمصطلحات العرقية التي تؤكد على العنصرية في حين أن الحروب التي كانت تجري في منطقة الشرق الأوسط في روسيا اللجوء وحالات الإنسانية الصعبة التي كانت في سوريا عفواً وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق والمجازر التي كانت ترتكب وتنتهك لم يدينها أحد ولم يهاجم أي حكومة من الحكومات الغربية التي هجمت على الشعوب العربية سواء في العراق واليمن وفي ليبيا وفي فلسطين وفي الدول العربية عموماً وبالتالي هنا ننظر إلى أن الغرب يتعامل بمكيالين ذهبت الولايات المتحدة إلى العراق تحت حجة أننا نريد الانتصار للشعب العراقي الشعب العراقي مظلوم الشعب السوري مظلوم الشعب اليمني مظلوم الشعب الليبي مظلوم وكذلك في فلسطين يدعمون الاحتلال الإسرائيلي وهو بالأساس قاعدة أمريكية متقدمة يعني نحن نتحدث عنها أنها ولاية أمريكية أو قاعدة أمريكية متقدمة تدعمها بكل الأسلحة وبكل الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية واللوجستية والسياسية والدبلوماسية الولايات المتحدة مصخرة لخدمة أو لدعم الاحتلال الصيوني في فلسطين وبالتالي ازدواجية المعايير هي فعلا موجودة والذي فضح هذه المسألة بشكل صريح أن الاستوانة التي تتحدث عنها حكومة الاحتلال عندما حدثت 7 أكتوبر وكلنا يدرك أو يسمع عن ذلك اليوم وهو قريب سابقا سوق للعالم بأن هناك ذبح أطفال وهناك مجازر ارتكبت في داخل الكيان ضد المواطنين والمدنيين الإسرائيليين وقتل الأطفال وذبحهم وصورت الصورة بشكل غير مسبوق أن هناك إرهابيين وهو شعب أعزل الشعب الفلسطيني شعب إرهابي وبدأت الولايات المتحدة تعد العدة والعالم يدين والعالم يهاجم وكل ذلك بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت أسطوانة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها الآن عندما خرجت الصورة الحقيقية للمشهد بعدما ذهبت وسائل الإعلام هناك على الأرض سواء من أمريكا من أوروبا من الدول العربية من العالم كله كل وسائل الإعلام الآن مركزة في غزة وفي الضفة وفي الخدس وفي الأرجاء الفلسطينية كلها الآن نقلت الصورة للغرب استفاقت الشعوب في بريطانيا كما تحدثت هناك خلينا نكون أدق أكثر هناك في داخل الحكومات الكثير من الأصحاب الرأي القادة أو السياسيين أو الحكام أو الوزراء خلينا ندقها الوزراء الذين لديهم ارتباطات ومصالح مع اللوبييات دكتور ينفع قطع حضرتك بعد إذنك حضرتك بتقول إن وسائل الإعلام نقلت ما كان يحدث على أرض غزة فاستفاقت الشعوب هل وسائل الإعلام الغربية هي اللي نقلت ولا لولا وجود تواجد للإعلام العربي القوي ووجود للمؤثرين اللي قدروا ينقلوا الصورة لأن احنا شفنا تعتيم إعلامي شديد من قبل وكالات الأنباء ومن قبل وسائل الإعلام الأجنبية قد يكون وصل لدرجة التحريد على القتل والتحريد على المجازر اللي حصلت بالفعل صحيح فيه هناك يعني خلينا نكون صرحين وسائل الإعلام عربية ودولية كثيرة تعاطفت مع القضية لأن المسألة أصبحت إنسانية أنت تقتل طفل وتقول أقتل إرهاب يعني تدمر مستشفى وتقول والمستشفى بالمناسبة تتبع مستشفى المعمداني سابقا هي تتبع للكنيسة وتدمر الكنيسة وتقول إرهاب أي إرهاب في داخل الكنيسة مصلين أو حتى نازحين لجوا إليها أي إرهاب موجود في مستشفى معظمهم مرضى ومصابين حتى في القانون الدولي لا يجوز ولا يحق للاحتلال قصف أو حتى الدولة المعتدية أو أثناء الحروب من المعتدي أو المعتد علي لا يجوز استخدام المستشفيات بقصفها أو قتل النازحين فيها والمدنيين فيها لا يجوز أساسا نقل المواطنين من منازلهم الآمنة إلى مستشفيات أو غير ذلك وبالتالي الشعوب استفاقت بسبب مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 750 صحفي وقعوا على عريضة ضد وسائل الإعلام الأمريكية أنوا تجبرون على أن نتجه باتجاه معاكس للحقيقة تجبرون على أن لا نرى الحقيقة وبالتالي هما وقعوا احتجاج في وزارة الخارجية الأمريكية هناك استقالات عديدة وأزمة وبلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة بالأمس اعترفة رسميا بأن هناك أزمة داخل وزارة الخارجية داخل وزارته فيها مشاكل كثيرة وهناك استقالات في بريطانيا وزيرة الداخلية طلبت من مدير الشرطة تخيلوا طلبت من مدير الشرطة أن يقمع المظاهرات التي خرجت للتعاطف مع من؟ مع الشعب الفلسطيني ومع المدنيين المظاهرات لا تطالب أن تقوم بريطانيا أو الجيوش الأوروبية بالهجوم على الاحتلال تطالب فقط بوقف الحرب وحتى تعاطف إنساني حتى ألمانيا مثلا دكتور أسامة حضرت ارتداء الكوفية حضرت رفع الإعلام الفلسطينية لهذه الدرجة فكرة الرمز الفلسطيني أو الشال أو الكوفية الفلسطينية تم حضرها تماما أنا أريد أن أسأل حضرتك سؤال الغرب دائما وأوروبا بتتحدث عن القيم الغربية قيم الحرية والمساواة وحرية الاختلاف في الرأي وغيره كيف تفسر هذه الحكومات لشعوبها هذه الإجراءات التي تمنع أي تعبير عن الرأي عن القضية الفلسطينية أو حتى بالرمز شوف يعني في بريطانيا هناك يعني قالة لوزيرة الداخلية وحتى تغيير وزير الخارجية البريطاني لأن النغمة في الشارع البريطاني كلها يعني خرج أكثر من مليون مواطن في شوارع بريطانيا يطالبون بوقف الحرب ووقف الأدوان هذا أولا هذا التغيير أدى إلى الضغط على الحكومة البريطانية وإقالة الوزيرة لأنها كتبت مقال تهاجم فيه المتظاهرين وعملت أزمة داخلية وكانت ستؤدي إلى حرب أهلية نحن الآن أنا يعني أود أن أوضح نقطة مهمة نحن الآن أمام أنظمة ديمقراطية كل نظام سياسي في العالم لديه محددات لاتخاذ القرار محددات تنبع من نقطتين محددات داخلية ومحددات خارجية يعني إيش محددات داخلية كيف أنا أتخذ القرار للحرب أنظر إلى الرأي العام أنظر إلى الاقتصاد أنظر إلى الثقافة أنظر إلى الإعلام الداخلي عندي هل لدينا الاستعداد والمعنويات الجاهزة كليا كدولة وكذا 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 للدخول في حرب هل لدينا الاستعدادات الكاملة أم لا هذا أولا ثانيا اتخاذ الموقف أيضا ينبع أيضا من مدى العلاقات مع الأطراف الخارجية بمعنى لدينا مصالح مع الدولة التي سنعتدي عليها لدينا علاقات مع الدولة المعتدة عليها والتي يمكن لو دعمنا هذه الدولة ضد هذه سنخسر ماذا وسنكسب ماذا في قانون تسمى المصالح تبادل المصالح والتي تسمى قانون الربح والخسارة يعني مسألة تجارية بيزنس فتعتبر هذه العلاقات الدولية ضمن المحددات الخارجية للدول أوروبا لديها علاقات خارجية مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الدول العربية ولديها مصالح مع العالم هذا أولا على المستوى الداخلي هناك القوانين التي تحكم نظم العلاقات في أوروبا وهذه تحديدا لها اعتبار كبير جدا في العلاقات الداخلية في كل دولة على حدة يعني مثلا مثلا خلينا نجح على فرنسا فرنسا عندما تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لماذا تتحدث عنها؟ لأنها افتقدتها بالأساس عندما جاء نابليون بونابارت وجاءت اللي هو الأنظمة المتقدمة في أوروبا جاءت بالأساس بعد الظلم الكنائسي والمذابح التي كانت ترتكب داخليا والحروب العرقية التي كانت في داخل أوروبا والتي أدت إلى الاضطهاد والظلم الكنائسي والعصول الظلامة للوسطى التي أدت إلى هذه الدول أن تخرج بفكرة العقد الاجتماعي أو السلام الأهلي وبالتالي أن لا يتم رأي حقوق الإنسان وبدأت تتطور تدريجيا وصولا إلى الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة لم تكن قبل ذلك يعني معروف أنها ظهرت في واخر القرن الثامن عشر لكن في عام 1914 أو قبل عام 1914 كانت الولايات المتحدة قد بدأت تظهر لنا مشروع جديد لتقود العالم وهو فكرة المبادئ الأربع عشر التي أطلقها الرئيس الأمريكي وهي حقوق الإنسان الديمقراطية وحقوق الإنسان على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان تعالوا يا يهود أوروبا تعالوا يا مظلومين أوروبا تعالوا عيشوا في الولايات المتحدة كدولة محبة للحياة والديمقراطية والحريات لذلك لاحظ في أمريكا حصلت مظاهرات ضخمة وهجموا على الكونغرس الأمريكي لأنهم اختلاق من الثقافات الدول لا تستطيع مواجهة شعوبها لأنها خليط من المجتمعات والثقافات في أوروبا في فرنسا تحديدا هناك الكثير من أصول الجزائرية وأصول مغربية وأعضاء برلمان وفي جزء منهم وزراء وصلوا إلى وزراء في الحكومات الأوروبية في نفس الأمر في بلجيكا بلجيكا أكثر دولة أوروبية فيها مسلمين وبالتالي هناك الأسبوع القادم تقريبا سيكون تصويت على الاعتراف بدولة فلسطين في البرلمان البلجيكي أيضا التصويت على طلب وقف العلاقات وتجميد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي نحن نتحدث عن ضغوط داخلية هذه الضغوط إن لم تستجب إلى الرأي العام العربي اللي هو الأساسي كجذور عرقية عربية من مصر من الجزائر من المغرب من تونس معظمهم من شمال أفريقيا بالمناسبة أكثر الشعوب من شمال أفريقيا وسواحل متوسطة إحنا شفنا تهديد موجه لكريم بنزين وبسحب الجنسية يعني كنوع من أنواع الضغط وكمزيد من الضغوط هل ده يعني لا يصح لنا استخدام كلمة غباء سياسي ولكن هل ده بيساعد في إشعال أزمة أكثر ألم يتعلم أي أحد أن هناك مزيد من المنع ومزيد من القمع ده بيؤدي لانفجار المواقف داخليا نعم إذا استمر هناك في كل دولة يوجد ما يسمى بالحزب المحافظين والديمقراطيين يعني زي الولايات المتحدة المحافظين أو الجمهوريين والديمقراطيين بريطانيا حزب العمال البريطاني وحزب المحافظين البريطاني الأحزاب البريطانية بالعادة تكون من القوى العرقية البريطانية المتشددة الأحزاب العمالية أو اليسارية تكون عادة من الديمقراطيات المنفتحة ولديها علاقات مع شعوب المنطقة أو الشرق المتوسط وجنوب أوروبا التي تسمى شرق المتوسط عموما أو الجنوب المتوسط بالنسبة لهم من نظرتهم بالتالي هذه الشعوب معظمها تدخل في الأحزاب الديمقراطية والأحزاب اليسارية باعتبارها جاهزة للتقبل ذلك وإضافة لأنهم أصبحوا مواطنين سواء في بريطانيا في فرنسا في أسبانيا في دول أوروبا عموما مع ذلك ما زالت بريطانيا للأذية يحكمها الآن حزب المتشددين في داخل ألمانيا لأنهم يخشون الآن يخشون من انفلات الأمور في ألمانيا كما جرت في فرنسا وفي بريطانيا حضرتك أشارت منذ قليل أنه مثلا بلجيكا فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا فرنسا في جاليات كثيرة من أصول عربية وتحديدا أصول مغاربية بشكل كبير هل لدينا نحن هنا عربيا استراتيجية خاصة أو ألية خاصة للتعامل مع هذه الأصوات اللي ممكن تكون أصوات نافذة في الحكومات الأوروبية يعني ممكن أن تكون أصوات مؤثرة في مجالس العموم أو في الحكومات الأوروبية بشكل كبير أنا على مستوى الشخص لدي علاقات لكن على مستوى الدول العربية أكيد لديهم علاقات لكن لا يوجد استراتيجية بكل أسف لا يوجد استراتيجية كان يفترض وأنا أدعو من خلال حضرتك أدعو الدول العربية أن توظف كل الطاقات العربية وهي أنا أعتقد أنهم جيوش متقدمة للدول العربية الجاليات العربية في العالم تستطيع أن تغير اللوب الصهيوني خليبها في الولايات المتحدة يسيطر على تلبيب القرار الأمريكي وبالتالي يسيطر على تلبيب القرار في العديد من الدول نتيجة تبادل المصالح هذه القوى العربية الناعمة والتي تعتبر جاليات وتعتبر جماعات ضغط وجماعات اقتصادية وجماعات ثقافية وإعلامية أيضا ومؤسسات ضغطة هناك لديها انسجان ثقافي هناك الكثير من أبناء مصر وأبناء الجزائر أبناء تونس أبناء ليبيا أبناء فلسطين وأبناء العراق أبناء لبنان سوريا كل الدول العربية والإسلامية وحتى الدول الآسيوية لديها تبادل حتى في إيرلندا مثلا هناك الكثير من اللي لديهم تعاطف وانسجان حتى ثقافي وتزاوج أيضا وتبادل ثقافي بين الشعوب والشعوب وبالتالي يمكن استخدامهم وتوظيفهم بدعم مش قضية فلسطين فقط العلاقات الاستراتيجية بين أوروبا وبين الدول العربية وبين المشرق العربي مهم جدا أن يتم توظيفها في كل شيء مش فقط بس في القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية في الأولوية أو كأولوية أولى أكيد يعني نشكرك شكرا جزيلا الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية نورتنا شكرا لك ذلك معنا شكرا لشكر حضرتك